عايز عالك على التشكيل الأنسب للأهل في المواجهة دي من وجهة نظرك عشان نقشك في جزئية جزئية هو أنا بالنسبة لي أكبر خسارة علي معلول يعني وأنا هتكلم على التشكيل يعني أنا عايزك تقول لي تشكيل وبعكية عكلمك كمان إزاي تعوض علي معلول أنسب تشكيل بالنسبة كبيرة اللي الرجل بدأ به هناك ويتلعب بيلعب مصطفى شبير يلعب رامي ربيع عبد المنعم محمد هاني أعتقد بالنسبة كبيرة أن الكريم فؤاد ممكن ياخد في الناحية دي ممكن كوكا يلعب في المكان دوت يلعب مراوان عطية وأنا بفضل دايما في المباراة اللي هي الفاينال أو المباراة اللي على ملعبك أو اللي أنت عايز تنفذ طريقة لعبة معينة يكون في وسط الملعب لعبة كرة يعني لعبة بتاع تتصرف في الكرة كويس فهنا أتمنى أن يبقى موجود إمام عشور يلعب بثمانيتين يلعب بمراوان عطية ويلعب بإمام عشور ويلعب بأفشة طبعا لازم يبقى دور من بداية المباراة هيا أفشة لازم يبقى دور مباراة هنقول ليه يعني هنقول ليه أفشة التلاتة اللي قدام التلاتة اللي قدام يلعب بيرستاو ويلعب حسين الشحات وسام Warriors حيل ليه أفشة أفشة لأن طبيعية في رقيقة تراجي هقافلك مساحات هيديك استحواز طبيعي هيبقى مش يعني بيشوفك إنت هتعمل إيه يعني بيشوفك إنت هتعمل إيه أفشا بيجيد اللعبة ما بين الخطوط يعني أفشا اللعيب الوحيد في نص الملعب زائد إن إمام عشور بيجيد اللعبة ما بين الخطوط في تقفيل المساحات هم لعبة كرة كرة عندهم عالية جدا فهنا هيقدر يعمل لك الباص والمهارة هنا مش في الترقيس المهارة هنا في كيفية إنه إزاي عمل لك باص إنه إزاي يوسلك ملعب ودي اللي كان مفتقدها بشكل كبير جدا واسامة بعالي في المباراة الأولينية أكتر واحد كان معزور في المباراة هو سامة بعالي ما بيوصلوش كرات وما بتقدرش تستغل الإمكانيات اللي عنده اللي هي السرعات اللي هي كرات العرضية المتميز بيها فهنا انت افتقدت ميزة في لاعب حسب الناس اللي بتلعب تحت منه دايما لما بنتكلم على أطراف الملعب لما بتلعب مقفولة لازم الحل البديل إن انت من قلب الملعب ودي اللعيب الوحيد اللي بيقدر يعملها أفشا يعني دي قدر يعملها أفشا عشان كده هنا أقولت لك أفشا يجيد اللعبة ما بين الخطوط مهارة الباس عنده عالية ممكن أفشا بسرو باس يوصلك للجنف أسل وانت محتاج جول بدري عشان دفعات الترجي وخطوط الترجي تفتح فهنا هتقدر تسجل الهدف التاني طيب انت قدت لي علي معلول هيلعب كريم فؤاد أو أحمن دبيل كوكا لو انت تفضل حد في الاتنين تفضل مين أنا أفضل كوكا كوكا على عدلته كوكا ممكن تقدر تستفيد منه في الناحية الهجومية لكن انت هنا برضو حتى لو لعبت كوكا دي وجهة نظر يعني لو لعبت كوكا أو لعبت كريم فؤاد مش هيقدر نفس الدور طبعا من تعالي معلول من أهم مفتاح اللعب مش هنقول في النادي الأهلي في أفريقيا بالكامل فان انت افتقد تعالي معلول فانت بتشوف خلي بالك كريم برضو حاجة كده في التأسيمات أو في التمارين بيبالك لعيب بيلعب في الناحية الشمال لان دايما التأسيمات اللي ناس ما تعرفوش نحن ممكن نلعب ثلاث فرق يلعب فرقتين مثلا فرقتين ضد بعض وفرق بره فهنا حسب برضو الراجل هو شايف يقول مين أفضل في المكان ده مين بيقدر يوصل ويعمل كويس عشان كده لو كان عمر كمال كان مقيد في أفريقيا أكيد كان هو أول واحد هيلعب لان عمر بيجيد اللعب في المكان ده وفي الدوري بيحرز أهداف من المكان ده يقدر يسد لك الخانة دي ولما بتطلب منه حاجات هجومية بيقدر ينفذها لك لكن أعتقد أن الحالات الهجومية أو النزع الهجومية اللي عند كريم فؤاد مش هيقدر يقدر يقدرها زي علي معلول الكوكا بس مين اللي هيقدر يقفلك المكان ده بشكل كويس لازم تروح للحل البديل أنها تبقى مطالب أن أنت تشتغل من المكان ده مثلا إمام عشور هيشتغل في الناحية الهجومية هيلعب حسين الشحات في الناحية الهجومية لو عبدالقادر سليم ممكن يبقى ليه دور وحسين مثلا ممكن يبقى تغييرك فأنت بتدور على مين الأفضل في الناحية الهجومية لأن الفرق عندك يا كريم لما بتلاقي بكو هف بيهاجمه غير لما هف بس وحيد بيهاجم طبعا فهنا أنا بشوف أن أحسن واحد ممكن تحطه في المكان ده لو سليم هو عبدالقادر لأنه عنده ملك أنه بيروح واحد على واحد عنده ملك أنه عنده جرأة ما قال عبدالقادر سليمش حسين أنا بفضل إنه ممكن عبدالقادر لو سليم 100% وأقولك ليه سليم 100% لأنه ما عندش مجاسفة أنه أخسر تغيير ما ينفعش لو سليم 100% هقولك أوى مش وعبدالقادر لو قعد احتياطي مش هينزل يقدي لك الدور حسين ممكن يعني حسين عنده دي لكن لو تبدأ بعبدالقادر وممكن حسين يبقى تغييره معاك كويسة لكن لو عبدالقادر مش في الحالة أو السليم بشكل كامل هو أحسن ناحت حسين الشاحن ريدا سليم ما يبدأش مباراة هاي دي ريدا ممكن يبقى ورقة معاك لأن انت المباراة دي محتاج برضو الناس اللي بره انت محتاج الناس اللي بره محتاج كهرباء من بره محتاج الناس اللي تبقى موجودة معاك بره ريدا سليم ممكن يبقى ورقة معاك بره لكن ما تخسرش حسين انه هو يبدأ يعني ما تخسرش حسين لأن حسين من اللعيبة اللي تقدر تعمل لك فارغ يعني تقدر المهر الفردية عند حسين عنده حلول من اللعيبة اللي عندها حلول ريدا سليم ممكن يبقى تغييره كويسة وبينزل بيقده بشكل كويس لأن هنا بيفرق يا كريم فيه لعيب متعود انه هو يبدأ بصفة مستمرة وممكن كتغييره ما تقدرش يستفيد منه انه هو بينزل ما بقاش عايش الجيم فيه لعيب بيقعد من بره بيقرى الجيم يعني فيه لعيب من بره يقعد يقرى الجيم ما بيفضلش انه هو يبدأ بس يقرى النقطة الضعفة اشتغل عليها ازاي فدي الملكة اللي عنده ريدا سليم طيب حسيت ان وسم أبو علي بقى مقنع بالنسبة لك ولا لسه لا وسم مؤشره كويس يعني مؤشر بتاع وسم انه هو رايح ان انا بقى لي كتير ما شفتش فرود رقم 9 كده اللي هو عنده السرعات اللي هو يقدر يحرز لك هدف اللي هو من نص فرصة يقدر يجيب لك هدف من الفراودة اللي هي بتقدر تلعب عجون كويس من الفراودة اللي هي زي ما قلت لك من نص فرصة ودي اللي كانت موجودة في كهرباء يعني ده مش المركز بتاعه بس انت بقى لك كتير ما شفتش رقم 9 كده ما شفتش مثلا الحد عماد متعب اللي هو بيلعب عجون ما شفتش فلافيو ما شفتش بيلال اللي هو فرودة رقم 9 صريح ده راجع لان كل الناس اللي لعبت في المكان ده ما أسبدتش جدارة في المكان ده فاعتقد انه هو مؤشر وسام كويس يعني مؤشره كويس سواء محليا أو أفريقيا لا الراجل ما قدت دور بشكل كامل بس محتاج دعم هجومي من الناس اللي شغالت احتمانه أفضل من كده كهرباء دوره دك ما يبقاش دور أساسي في وجود وسام يعني هيواجه صعوب انه هو يبدأ بس كهرباء أتمنى انه هو لو ليه دور يبقى بدري يعني حسب برضو سر المباراة يعني لو ليه دور يبقى بدري مكان وسام ولا مع وسام نتيجة المباراة لا تفرق لو النتيجة لا قدر لا قدر سلبية هتلاقي ان كهرباء بينزل مع وسام يعني ينزل مع وسام وكيلعب الراجل باتنين فرود يلعب مثلا أو وسام وتحته كهرباء كهرباء برضو عنده عنده ميزة انه هو بيقدر يجيب جون كهرباء من اللعبة دلوقتي اللعبة عندها ثقة ان هي عايزة تعمل مع حاجة عايزة تديل الكورة عايزة عندها ثقة فيه فاعتقد ان تغييرت كهرباء هي هتبقى من أول التغييرات اللي ممكن تقدر ديفر حسب المباراة ترجمة نانسي قنقر